اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هل من المزيد؟ وانا عشان بحبك هقولك أكيد وعندما يوصل جون وكورابك هناك بيلاقي هسوكا وكما بيلاقي ليريو اللي يعيني وشه وارمان من خناعة بتاعته مع هسوكا وكيروه هو كمان بيروح لجون وبيقول له كويس انك عرفت توصل والمشرف يقول لهم ان المرحلة التانية من الاختبارات هتبقى هنا في الغابة دي وبيسيبهم وبيمشي وبيظهر أصر كبير وقدامه البنوتة والضخم ده وبيقول لهم انهم المشرفين على المرحلة التانية وبيقول ان الاختبار اللي جاي في الطبخ وطبعا المشتركين بيفضلوا يضحكوا والمشرفين بيقولون لهم لازم تطبخوا لحمة خنزير واختاروا الخنزير اللي تحبوه من الغابة وما حدش هينجح غير لما يعجبنا طبخه وبيبدأ الاختبار والمتسابقين بيجروا علشان يدوروا على خنزير بس واضح من كلام المشرفين مع بعض انها مش مهمة سهلة خالص وكرابيكا وجون وليريريو وكلوا بيبقوا ماشيين مع بعض لحد ما بيلاوا الخنزير بس سيادتهم ما بيلاقوها لانها بتبقى خنزير ضخمة جدا وتفضل تطير في المتسابقين والخنزير اللي بيجرى ورا جون بيخبط في الشجرة وجون بيستغل الموقف ده ويطير ويضربوا بالسنارة بتاعته وبيعرف نقطة ضعف وكل المتسابقين بيضربوا الخنزير في نفس الحتة اللي جون وقع بها الخنزير بتاعه ويرجع كل واحد بخنزير ويطبخوا فيهم ويكون مشرف المرحلة الأولى بيرعبهم من بعيد ويقولوا ان المتسابقين السنة دي اما وهوبين جدا لكن اختبار التزوق هو اللي صعب مش انهم يمسكوا الخنزير وكل ما حد بيدخل البيت دي بتلاقي عاب في طبقه وما بيبقاش ولا طبق عاجبها لحد ما خلصوا كل الاطباق وبتقول لهم كده خلاص مفيش حد نجح والمشرف اللي بتفرج من بعيد لما بيشوف كده بيتصر على الرئيس بتاعهم اللي بيقرر ان يروح لهم بهم وفي سابقين بيكونوا غطبانين من المشرفة لسقطتهم كلهم وبينزل الراجل العجوز ده اللي بنعرف ان هو رئيس لجنة اختيار السيادين ويقول للمشرفة ان الاختبار بتاعها كان صعب جدا عليهم وبتقول له انها عرفة وعملت كده علشان حد فيهم متكلم عليهم وحش اول ما دخل وبيكرر الرئيس ان هي تقدلهم الاختبار بس المرة دي هتشارك معهم فيه فبتكرر ان الاختبار الجاي في البيت المسلوق وبتطلب منه ووصلهم بطيارته على الجبل المقسوم ده من فوق ولما بيطلعوا بيلوه في الشق اللي ما بين الجبلين خيوط لكين اسمه نسر العنكبوته وتحتها بيبقى متعلق البيت بتاعه وبتنزل المشرفة اول واحدة وبتاخد بيضة بس بتفضل طوعة لتحت لحد ما بيلقوها مرة واحدة طائرة الفوق معها البيضة والرئيس بيقول لهم ان الشق ده بيبقى فيه طيار هوا قوي لما تنزل لتحت هيطلع كهوة الفوق تاني ولسه المتسابقين هيفكروا لقوا الاربع الهوطل دون ام ونطين على طول والبقائين يتشجعوا نط وراهم وجون بيختار لهم الوقت اللي بيبقى فيه طيار هوا وبينزلوا يجيبوا البيضة والهوا بيرفحهم تاني فوق وبكده بتخلص المرحلة التانية وبيركبوا المنطط تاني علشان يروحوا للمرحلة التالتة وبيبقى فاضل 42 مشترك هم المكملين معنا وبيقولوا لهم ان هم هيوصلوا بكرة الساعة تمانية والحد ما ييجي الوقت ده يروحوا يرتاحوا وفعلا بيكونوا متعبنين جدا بس كلوا وجون بيبقى لسه فيه من نشاط ويروحوا يتفرجوا على المنطط والثلاث مشرفين بيتكلموا على المسابقة وان السنة دي فيه متسابقين كويسين وبالاخص سيسوكا اللي بان عليه ان خطر قوي وكمان من خبرتهم عارفين ان هو شرير وجون وكلوا بيتفرجوا من شباك المنطط ويتكلموا سواه وجون بيسأله على عائلته فبيقولوا انه من عائلة كلها قتل مأجورين وانه لما قلوهم انه عايز يبقى صياد اضايق وكانوا هيمنعوه بس هو زي الشاطر كده اغزهم وفشها واخوف جنبه وهرب وبيقولوا انه كمان لما يبقى صياد هيرجع ويقبض عليهم وبيجي رئيس اللجنة وبيقولهم انه زهقان وعايز حد يلعب معاه وبيسألهم على الاختبار فكلوا بيقولوا كنتم فكروا أصعب من كده فبيقولهم ايه رأيكم نلعب لعبة لو كذبتوني هخليكم صيادين وقت وبيروحوا قده فضية والعجوز بيبقى معاه كرة وبيقولهم هتكسبوني لو خدتوا منه الكرة دي وقدامكم تسعة ساعات وكمان بيسمح لهم انه هم يهجموه بأي طريقة وهو مش هينلمسهم وكيلوه بيبدأ وبيعمل حركة غريبة ويطلع نسخ كتير منه والعجوز بيقول انها تقنية خطيرة للقتل وبيبقى مستغرب انه واحد في سنه وعرفها وبيعرف يستخدمها بس برده لما بيحاول يأخذوا الكرة ما بيعرفش لان العجوز ده بيطلع خطر جدا وجنبي يتجرب وبيتحرك بسرعة جدا وقرب من العجوز بس نط شبه اللهبل ونسي ان في سقف وخبط فيه ولما العجوز بيزهق بيقولهم هجموني انتو الو اتنين سوا وبيعرفوا يفاجئوه وبيقربوا يكسبه بس العجوز بيطير بسرعة وبيلحق هو الكرة فكيلوه بيستسلم ويمشي لان العجوز لحد دلوقتي مستخدمش حتى ايده اليمين علشان يمنعهم بس جنبي يقول له لا انا هكمل بس هدفي مش الكرة انا هدفي اخليه استعمل ايده اليمين وكيلوه وهو ماشي بيرخم عليه اتنين وبيخلص منهم فقال من ثانية وبيقول لو ما كنتش انتحبت وكنت هقتل العجوز ده علشان الكرة وجنبي يفضل يلعب مع العجوز لحد فعلا ما يخليه استخدم ايده اليمين وبيكون جاب اخره فبيتقلب على الارض وينام وبيوصل المنطد لبرج عالي وبيقول لهم ان في الاختبار الثالث قدامهم اثنين وسبعين ساعة علشان ينزلوا من البرج المخدع ده علشان يكسبوه وبيكون في ناس بتفرج عليهم من كاميرات مرقبة وواحد بيجرب انه يتسلق البرج من بره بس بتي حيوانات غريبة بتطير وواحد فيهم بيأكله وكرامكا بيلاحظ ان المتسبعين بيقله فبيعرف ان فيه ابواب مخفية موجودة في الارض وهم بيقول لهم ان لقاء ابواب كتير في الارض وبينزلوا هما الاربع وبيلاقوا نفسهم في قوضة واحدة بس مكتوب في القوضة انهم لازم يبقوا خمسة وبيبقى في خمس ساعات كل واحد معمول عليه علامة موافق او معترض ومكتوب ان رأيه الاغلبية هو اللي هيمشي وبيسمع صوت مشرف الاختبار اللي بيقول لهم مش هتعرفوا تبدأوا الا بشخص خامس بس من حظهم الوحش بيجي لهم الرخم ده واول ما بيلب الساعة والباب بيظهر وبيمشوا وبيختاروا طريقهم بنفسهم لحد ما يوصلوا للمساجين دول وده لان البرج ده اصلا سجن والمشرف بيقول لهم ان هما هيحاربوا المساجين بنظام واحد ضد واحد والقتال ما بيخلاص شغل لما واحد فيهم يعترف انه تهزم ولازم يكسبوا ثلاث مرات على الاقل علشان ينجحوا واول واحد بيكون البغل ده ويقول لهم يلا اختاروا واحد فيكم والواد الرخم قال لهم انا هبدأ انا علشان نعرف لو فيه اي خدع منه بس اول ما بيبدأ القتال بينزل على الارض ويستسلم وتاني واحد بيبقى الرفاية ده وجون بيقول له ما انا اللي هتخله بس بيتفق على الاب التحدي بدل القتال وبتكون ان جون يختار شمعة من الاثنين دول يولعوها في نفس الوقت واللي شمعاته تخلص الاول هو اللي يخسر وبيكونوا محترين يختاروا عنه شمعة الصغيرة وتخلص بسرعة ولا كبيرة بس الواد ده ممكن يكون عامل فيها فقط وجون في الاخر بيختار الطويلة وبيولعو الشمعتين سوا وبيفضلوا مستنين لحد مرة واحدة شمعة جون ولعتها زادت وبدأت تدوب اسرع وبيعرفهم ان هو كان معه اربع شمعات مش اتنين وهو لاعب في واحدة كبيرة واحدة صغيرة يعني حتى لو كان اختار الصغيرة كان برضه هيفشل بس غون بيستغل ان النار عنده عالية ومشطفي بسهولة ويجري بسرعة ويدفي شمعة التاني وبيكسبه كده الاسكور واحد واحد وبيبقى الدور على كرابكا ويدخل مع الرجل العضلات ده كان شكله غريب جدا ومخيف جدا وبيتفقوا ان الكتال ده يبقى الحد الموت او الاستسلام بس كرابكا بيشوف على ظهر وشمع انكبول بنعرف ان ده وشمع صابة رين جيودان اللي عتلت قابلة كرابكا كلها فبيغضب كرابكا وعينه بتتحول لونه الكرموزي اللي كان بيحكي الجون عليه وبيمسك الراجل من دماغه وقبل ما بيستسلم بيديله واحدة ينعمه في الارض وكرابكا بيقول لهم ان ده مش من الاصابة والوشم بتاعه مزيف بس بيبقى فيه مشكلة ان الكتال بينتهي بالموت او الاستسلام والراجل ده لسه ممتش هو مغم عليه بس وعندما ريريو بيطلب من كرابكا انه يروح يقتله وهو بيرفض وبيقول لهم استنوا يصحى وهو هيستسلم وهنا نروح لهيسوكا اللي بيدخل قوضة وبيلايفة ومتسابق بيقول له لا مش هنا المسابقة انا هنا علشان تقيم منك بسبب الندبات اللي في وشي دي وبيطلع خناجر وبيهاجم هسوكا اللي بيفضل يتشغلب شوية بس في الاخر بيمسك خنجرين ويقطع الدماغ التاني وبيخرج هسوكا وبيبقى اول متسابق ينجح في الاختبار التالت والتانيين مستنين اللي مغم عليه ده يصحى ويريريو بيطلب انه يروح يشوفه ولا يكون مات بس بتظهر البنت الملسمة دي وتقول له لا هو صاحي وراهني لو حافظ وبتتفق على القتال ما بينهم عن طريق الراهان بس بالوقت بدل الفلو وبيبقى كل واحد معه خمسين ساعة لو خلصت منه ويبقى خسر وليريريو بيراهم بعشر ساعات على ان الراجل عايش وفعلا بيطلع عايش وبيكسب الرهان وكده ستين ليريريو واربعين البنت بس كمان بيعلي ويقول لها انه كمان مش مغم عليه ونلاقي الراجل بيتكلم مع نفسه السر ويقول انه هو هيعمل ايه في الورطة دي وبيتضح ان البنت دي لما قربت منه اول مرة سابت له رسالة انه يفضل يمثل انه مغم عليه علشان يعطلوهم والبنت بتراهم بعشرين ساعة انه مغم عليه بجد بس لما ليريريو بياخده ويهدد انه هو يرمي من فوق كده البنت بتغير رهانها انه صاحي وبتراهم بكل اللي معها وبيطلع صاحي فعلا وكده اللي سكور عشرين ليريريو وثمانين البنت بس فريقهم كسب نقطة بتاعت كرابيكا لما الراجل صاحي وانسحق وسكور الفرق كده يبقى اتنين واحد ليهم عندما وصلت النهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهرلك الفيديوهات بتاعتنا اول باول